ومن جهة أخرى يتوقع محلل بنك جي بي مورغان أن يصل حجم التمويل الإضافي الذي سيضخه الاحتياطي الفدرالي في النظام المصرفي إلى تريليوني دولار بغرض دعم السيولة في البنوك وتفادي انهيارها على غرار بنك سيليكون فالي وفي مذكرة للعملاء رجح الخبراء الاستراتيجيون أن يكون استخدام برنامج التمويل البنكي الطار عبر الاحتياطي الفدرالي كبيرا متوقعين أن يبلغ الحد الأقصى للاستخدام ما يعادل القيمة الإسمية للسندات التي تحتفظ بها البنوك باستثناء أكبر خمسة بنوك أمريكية